بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدبي وعذبكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سباء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبصدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم ليبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم بلا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم وإذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعشم الكوافر واسألوا ما أنفقتم بل يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة من الآخرة كما ييس الكفار من أصحاب القبور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر